موسيقى المونديال جنوب إفريقيا عندما فشلت في تحقيق ولو فوز واحد ودخل لاعبوها في إضراب عن التدريبات بسبب مشاكل بين اللاعبين والمدرب ريمون دومينيك ووسائل الإعلام تعاقد الاتحاد الفرنسي مع نجميه السابقين المتواجين باللقب العالمي عام 1998 لورون بلان بعد المونديال وديديا ديشان بعد كأس أوروبا في العام 2012 ونجح الأخير إلى حد كبير في إعادة اللحم والانسجام والقتالية والروح الوطنية لكن فرنسا سوف تخوض العرس العالمي في غياب نجمها مهاجم بايرني ميونيخ الألماني فرانك ريبيري حيث تلقت ضربة موجعة قبل أيام قليلة من المونديال بانسحابه لعدم تعافيه من إصابة في أسفل الظهر معتبر خسارة كبيرة بالتأكيد بالنظر إلى القيمة الفنية والدور الكبير الذي لعبه في التصفيات لكن ديشان يملك تشكيل متوازنة بقيادة مهاجم ريال مدريد الإسباني كريم بنزيمة وإيفرا وأغلب عناصرها من الشباب الذين يملكون فرصة التألق ولعب دور طلائعي في المونديال من جهتها أبلت هندراس البلاء الحسن في التصفيات وحجزت بطاقتها المباشرة خلف الولايات المتحدة وكوستاريكا وأمام المكسيك علما بأنها تغلبت على الأخيرة على ملعب الإستاك وباتت أول منتخب زائر يفوز على المكسيك في عقر دارها منذ العام 2001 لم يأتي تألق هندراس من فراغ فهي تملك منتخبا شابا قويا وجه انذارا شديد اللهجة إلى المنافسين قبل عامين في دورة الألعاب الأولمبية عندما بلغت دور ربع النهائي